إخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتابع معكم سلسلة أرشيف زعماء الأمة ووصولهم إلى سدة الحكم بالخيانة وعمالتهم لدوائر المخاورات الأجنبية لتؤهلهم وتعتمدهم على قائمة الحكام وأخذ مقعد لهم حسب الترتيب كل ومدى مؤهلاته وبراعته في الخيانة كان رائدهم وفي مقدمتهم جمال عبد الناصر الذي فتح الباب باب الخيانة العريض على مصراعه وإليكم إخوة الأكارم المرحلة التالية من التآمر والخيانة للشعب والأمة فبعد تمثيلية ومهزلة تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي المزعوم التآمري تم الاتفاق في دوائر الموساد على اختبار هذا الزعيم من جديد ليرتقي درجة في صلم الماسونية فكانت الصفعة المدوية من هذا الاختبار والعمالة للأمة العربية من المحيط إلى الخليج فقد طلبت منه التنازل عن كل من غزة وصيناء والقدس ومن الطرف الآخر الجولان السوري مع الضفة الغربية لفلسطين ومع القدس الشريف وكان ذهول الغرب مع كل دوائره وصنع القرار الأجنبية أن هذا الزعيم لم يتردد لحظة ببيع كل الوطن بمقدساته إرضاء لأسياده ومنظريه فكانت حرب الأيام الستة حرب خمسة حزيران ليس الأيام الستة بل الساعات الستة ومع ساعات الصباح الأولى بدأ الهجوم الأسرائيلي بكل طائراته فقصف كل المطارات المصرية ومدرجاتها وكل الطائرات التي تربض على مدرجاتها فلم تتحرك من هذا المكان ومن هنغاراتها وجميع الطيارين أعطوا الإجازات وكانوا وللمفارقة يتمتعون بحفلات المجون والخمر مع قاداتهم الذين كانوا رهن الذل والتباعية لرئيسهم وبعد ساعات قليلة بل سويعات معدودة خيم الهدوء وكان الوجوم والذهول على طول البلاد وعرضها لما حدث فلم يصدق أحد بل ظن الجميع أن هذا حلم وليس حقيقة فقد ذهب الوطن بما فيه لأياد وضباط وجنود للصهاينة يتبخترون بمجنزراتهم وسياراتهم ومصفحاتهم بشوارع كل المدن المحتلة دون حسيب أو رقيب وقد انهزمت ثلاث جيوش عربية فعاد الجند الهاربين من كل الجبهات حفاتا عراتا لا يلوون على شيء إلا النجاة بالأنفس فلا يدرون ما حدث فقد جاء الأمر بالانسحاب الكيفي ولا يعلمون أين القادة والقيادة حتى انكشف الغمام واتضحت الرؤيا وانتفضت وسائل الإعلام وعرف الجميع أن الهذيمة قد وقعت وأصبحت واقع مرير وقد وقع الفأس بالرأس وبالتالي نال الحكام المرتبة الأولى مع مرتبة الشرف في سلم الماسونية ودوائر الاستخبارات العالمية وإلى اللقاء